أعتقد أن الصورة صارت واضحة أتمنى عليكم جميعا الذين تتابعون وأنتم تتفقون معي والذين تتابعون وأنتم لا تتفقون معي أتمنى عليكم جميعا ولو لساعة حكموا وجدانكم كونوا منصفين مع أنفسكم لا تكونوا منصفين معي أنا لا أريد إنصافا منكم لا من الذين يتفقون معي ولا من الذين لا يتفقون معي لا أريد إنصافا من أحد أنا تعودت على أن أظلم دائما على طول الخط فهذا الأمر اعتدت عليه فلا أريد من أحد أن ينصفني لا أريد من أحد أبدا وأقول هذا الكلام بكل أريحية لا أريد من أحد أن ينصفني لكن أنصف أنفسكم هذه الروايات وهذه الأحاديث وتستحق أن أعيدها مرات ومرات على مسامعكم لكنني لا أريد أن أعيد قراءتها أعتقد أن الصورة صارت واضحة هذه روايات قديمة منذ زمان الصادق صلوات الله عليه عودوا إلى التأريخ وادرسوه والذي يحدثكم من أكثر الناس خبرة على الأقل بالتأريخ الشيعي وإن كنت مطلعا على تأريخ العالم كله لا أدعي أنني أعرف كل شيء لكنني اطلعت على تأريخ العالم كله وأعتقد أن هذا يتجلى من خلال أحاديث الطويلة فحينما أتناول واقعة تأريخية أفصلها تفصيلا وكأنني كنت حاضرا فيها لماذا؟ لكثرة الطلاع على تفاصيل التأريخ ولكثرة ما قرأت في هذا المجال وهذا الإختصاص على أي حال لن تجد لن تجد عبر التأريخ منذ أن صدرت هذه الكلمات من شفاه إمامنا الصادق صلوات الله عليه وإلى هذه اللحظة لن تجد زمانا تنطبق هذه الكلمات عليه مثل ما تنطبق على زماننا هذا لا أتحدث عن هذه السنين وإنما أتحدث عن الفترة الزمانية التي بدأت منذ أن انتقل عبد الكريم الحائري من أراك إلى مدينة قم سنة ألف وتسعمية واثنين وعشرين ميلادي أنفتوا أنظاركم إلى نقطة انتقل عبد الكريم الحائري إلى قم سنة ألف وتسعمية واثنين وعشرين أقرأوا تأريخ الثورة الإيرانية متى تسجر تنورها أقرأوا عوتوا متى تسجر تنورها مات عبد الكريم الحائري وصارت المرجعية لإحسين البروجردي مات إحسين البروجردي تقسمت المرجعية في قم بين مجموعة من المراجع منهم شريعة مداري كاظم شريعة مداري ومنهم القلبايقاني محمد رضا القلبايقاني ومنهم المرعشي النجفي شهاب الدين المرعشي النجفي ومنهم الخميني روح الله الموسوي الخميني ومنهم ومنهم العديد من المراجع برزت أسماؤه بعد البروجردي هناك أيضا برزت أسماء لمراجع في مشهد لمراجع في طهران لكننا نتحدث عنكم تسجر تسجر تنور الثورة الإيرانية ما بين سنة 1962 و 1963 أضيف أربعين سنة إلى ألف وتسعمية واثنين وعشرين أربعون سنة أربعون سنة مرحلة تكامل في الحساب التاريخي وحتى في التقدير الإلهي أضيف أربعين سنة إلى ألف وتسعمية وثلاثة وستين حينما وصلت نار التنور إلى أوجها أضيف أربعين سنة ألفين وثلاثة سقط الحكم المرواني في العراق وفتحت بوابات قم في جميع الاتجاهات عبر العراق هذا هو الذي حدث أو لا هل هذه الأمور تأتي جزافا كما تتخيلون هذا التأريخ فيه سنن وقواعد وأحكام لو كان المقام للحديث عن سنن التأريخ وإذا ما رصدنا كل أربعين سنة في المقاطع العزيزة من الزمان هناك ما يسمى بالزمان العزيز الزمان العزيز هو الزمان الذي تقدر فيه الأمور العظيمة التي ترتبط بمصير البشرية القادم لمستقبلها القادم ليس عند المسلمين فقط ليس عند الشيعة فقط وإنما ما يقدر للمسيحيين ما يقدر لليهود ما يقدر لكل الأمم فدين محمد وآل محمد دين للجميع وصاحب الأمر إمام للجميع والبرنامج المهدوي برنامج للجميع والإمام هو الذي يقدر الأمور من وراء حجاب القضية كبيرة كبيرة جدا القضية لا تقاس من أنك توالي الحاكم الفلاني أو من أنك لا توالي من أنك تكون مع صدام أو أنك لا تكون مع صدام من أنك تكون مع الحكومة في طهران في زماننا أو أنك لا تكون معها أن تكون مع مرجعية السيستاني أو أنك لا تكون معها أن تكون مع الحزب سين مع المجموعة صاد وهكذا أو أنك لا تكون معهم قد تجري هذه الأمور بشكل شخصي بسبب جهل هذا الإنسان أو بسبب غبائه أو بسبب مصالحه قد تجري هذه الأمور مرة في مسار الصواب وأخرى في مسار الخطأ لكنها تبقى جزئية الزمام بيد الإمام والإمام يحرك الأحداث من وراء حجاب الحدث له حركتان حركة مرئية هذه الحركة نحن نتواصل معها نحن نقيمها لكننا نجهل الحركة الخفية الجذر لهذه الحركة الإمام ربما يحرك شخصا سيئا في أمر نحن نعترض عليه هذا هو تكليفنا لكن الحركة هذه هي في خدمة المشروع المهدوي مثل ما جاء في الأحاديث القدسية الظالم سيفي الظالم الحركة الظاهرية مذمومة وقد نقف أمامها وقد نحاربها وقد نجرد نجرد السيوف في مواجهتها ولكن الكواليس تختلف هناك من حركه وحركة الظالم هذه تأتي في خدمة بعيدة المدى القضية معقدة ولذا أقول لكم لا تفهموا الأمور بسذاجتين ما أنتم ترددون هذه الكلمة الظالم سيفي ماذا تعني هذه الكلمة القرآن كله مبني على هذا الفكر وحديث العترة أيضا مثل ما حدثتكم عن حقيقة الترابط بين التشريع والتكوين وكم لهذه الحقيقة من أثر كبير إذا ما فهمناها في فهمنا للدين والعقيدة كذلك هذه الحقيقة الأحداث لها وجهان وجه ظاهر نحن نتلمسه نتواصل معه وقد نضطر إلى نصرته أو نضطر إلى مواجهته لالذي نصرناه في الحركة الخلفية يستحق النصر وللذي واجهناه في الحركة الخلفية يستحق المواجهة القضية معقدة لكننا محكمون بما نرى بالضبط مثل ما يناقش علماء الكون الآن مع كل هذه المعجزات علماء الكون الآن التكنولوجيا صنعت لنا المعجزات الحياة الحياة تغيرت تغيرت عن خمسين سنة الحياة تغيرت الحياة قبل خمسين سنة كانت شيئا وأصبحت شيئا بسبب المعجزات الهائلة للتكنولوجيا التي هي نتاج علماء الكون ومع ذلك فإن علماء الكون ماذا يقولون يقولون هل الكون الذي نعرفه هو الكون على حقيقته أم أننا رسمنا صورة للكون فالكون الذي نعرفه هو ما رسمناه نحن للكون وهذه الصورة ما هي بالصورة الحقيقية للكون ومع ذلك فإن العلم المبني على هذه الصورة أنتج لنا المعجزات وحالنا كذلك مع كل حركة نواجهها في الحياة من حركة التأريخ نحن لا نعرف ماذا يجري في الكواليس نحن نشاهد الذي يجري على خشبة المسرح وردة فعلنا هي ردة فعل لما نشاهده على خشبة المسرح فهذا الممثل الكوميدي الذي يضحكنا استنادا إلى نص كوميدي كتبه كاتب مسرحية يعيش حياة حزينة بائسة فكواليس المسرح الكوميدي فيها بؤس كثير اقرأوا عن كواليس حياة الممثلين الكوميديين العالميين حياتهم بائسة وراء خشبة المسرح لا اتحدث عن الجميع لا اتحدث عن الجميع وهذا مثال وقد بدأت حديثي معكم في حلقة يوم امس عن الحركة السريعة للتأريخ هذا ما نشاهده ماذا يجري في الكواليس هذه الحركة السريعة لماذا بغض النظر قد نرى السرعة في الفساد ايضا ونرى السرعة في تصنيع الاسلحة المدمرة للعالم ونرى ونرى ولكن هناك حركة في الكواليس نحن لا نعرفها هكذا تجري الامور تذكروا الظالم سيفي سأعود إلى هذا الموضوع في مقام آخر وسأتيكم بالآيات والروايات والأدعية والزيارات التي تخبرنا عن هذه الحقيقة كل حركة لها وجه نتواصل معه ووجه لا نتواصل معه قد يطلع الأئمة خواصهم وحملة أسرارهم على تلك الوجوه ويصدر لهم الأوامر أن يحتفظوا بتلك الأسرار الموضوع هذا موضوع معقد وواسع يفتح لنا أبوابا كثيرة لهذا قلت لكم أنصفوا أنفسكم لا تنصفوني لا أريد منكم إنصافا صدقوني لا أقول هذا الكلامة عاليا أبدا أنا تعودت أن أظلم ومن القريبين مني واستطعمت ذلك واستطعمت ذلك لا لأنني لست إنسانا طبيعيا وإنما استطعمته ووجدته هينا لا قيمة له وأنا أرى دين محمد وآل محمد يظلم لا أقول أرى محمدا وآل محمد يظلمون وأجعل من ظلم وسيلة مقايسة مع ظلمهم وإنما أتحدث عن ظلم دينهم عن ظلم حديثهم عن ظلم عقائدهم عن ظلم ثقافتهم عن ظلم شيعتهم شيعتهم يحبونهم ولكنهم يظلمون أنفسهم بتأييدهم لأصحاب العمائم العباسية الإبليسية لقد دمروا ديننا هؤلاء دمروا ديننا نذهب إلى فاصل عن الهيثم بن واخت عن مقرن قال سمحت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراف فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفنا ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرنا إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صفية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع أقولها لكم بصدق وفي القلب لبانات كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفي القلب لبانات يضيق لها صدري هناك الكثير من الأمور لا أجد مجال لذكرها لا لأنني أريد أن أجعلها أسرارا وأضعها في خزانة سرية أبدا كل ما عندي أريد أن أطرحه بين أيديكم لكن الذي يمنعني هو الوقت الوقت وهناك العوائق والموانع التي تقع في طريقي أنا قلت لكم قبل قليل قلت لكم أنها محاصر وهذه الكلمة حين أقولها أقولها بتمام معناها الحقيقي وليس اليوم أنها محاصر منذ زمن بعيد لكن حلقات الحصار تزداد يوما بعد يوم لا أريد أن أحدثكم عن هذا الموضوع إلا أن ني أقولها لكم من خلال معرفة التفصيلية بالتأريخ الشيعي هذه الأحاديث صحيحة بدرجة مئة بالمئة على الأقل من وجهة نظري هذه الأحاديث صحيحة صادقية عن إمامنا الصادق أتحدث عن المضامين وليس عن الألفاظ لأن الألفاظ قد ترجمت عن نص فارسي قد ترجم عن نص عربي هذه المضامين صحيحة صادقة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأقول ذلك عن خبرة طويلة وهذه الأحاديث لن تجد لها مجالا أو وقتا عبر التأريخ الشيعي كي تطبقوها إلا في زماننا هذا الخلاصة التي أريد أن أصل إليها في نقطتين النقطة الأولى يا أيها الشيعا نحن في زمان قريب من ظهور إمام زماننا أنا لا أوقت أبدا وتتذكرون حديثي في بداية مجموعة هذه الحلقات من أننا سائرون إلى السيناريو الثالث لأنني لا أجد خيرا في الواقع الشيعي وكل خوفي أننا ننتقل إلى السيناريو الثالث وحينئذ كل هذا الكلام سينتفي مع أن الكلام حقيقي صادق قطعي ينطبق على أيامنا هذه لكن الشيعة إذا ما قصرت في تكليفها الشرعي الذي بينه لنا إمامنا الصادق الويل لنا نقطتان النقطة الأولى نحن في زمان قريب من زمان ظهور الحجة بن الحسن هناك تكليف شرعي واضح بينه لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن ننشر مقالته أن ننشر عقيدته أن ننشر المقالة القمية أتعلمون أن مدينة قم من أوصافها الزهراء تعلمون هذا أو لا من أوصاف مدينة قم في ثقافة العترة الزهراء إنها الثقافة القمية الزهرائية هذه هي المقالة القمية الزهرائية من أسماء مدينة قم في ثقافة العترة الطاهرة الزهراء أنا أحدثكم هنا عن الثقافة القمية الزهرائية حينما أضع بين أيديكم هذه المصطلحات هذه المصطلحات لم تأتي جزافا إنه عمق الثقافة المحمدية العلوية أعتقد أن صورة صارت واضحة واضحة جدا أتمنى عليكم وبشكل خاص أتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن وأتمنى أتمنى في هذه الحلقة أتمنى على منهم من أخوتي ومن أبنائي من طلبة الحوزة الدينية أكانوا في النجف أم كانوا في قم أتمنى أتمنى عليهم أن يعيد الاستماع والمشاهدة لهذه الحلقة فهي ستعاد ستعاد وتعاد أتمنى عليهم أن أن يعيد مشاهدتها وأن يعيد الاستماع إليها وأن يتدبر في مضامينها ليست لأنها من كلامي أنا ناقل هنا أنا محدث هنا مثل ما أقول لكم دائما أنا راوية حديث وحسب أتمنى عليكم أن تعيدوا مشاهدتها أن تعيدوا الاستماع إليها أن تكرروا ذلك لست أنا الذي أشخص لكم تكليفكم الشرعي هذا إمامكم الصادق هو الذي يشخص لكم ذلك وأنتم احترموا عقولكم لا تعبأوا بكلامي احترموا عقولكم ودققوا النظر فيما جاء في هذه الحلقة وتدبروا فيه وعرفوا تكليفكم الشرعي نحن في زمان حرج في زمان قريب من ظهور إمام زماننا وهذه المسؤولية يلقي بها جعفر بن محمد على أكتافنا هل أنتم أهل الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله هل أنتم أهل لهذه الأمانة إذا كنتم أهلا فقولوا يا زهراء بسم الله وتوكلوا على الله وتوجهوا إلى إمام زمانكم أعيدوا حساباتكم نظموا أوقاتكم وانظروا في حالكم هل أنتم بحاجة إلى أن تعرفوا عقيدتكم تكليفكم هو هذا عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك وبعدها عودوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين وبعدها عودوا إلى هذه المجموعة يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول إذا كنتم قادرين على أن تجمعوا بين هذا وبين التبليغ بلغوا بألسنتكم والتبليغ بالألسنة أحب إلى إمام زماننا من التبليغ عبر الإنترنت التبليغ عبر الإنترنت ضروري مهم واجب علينا لكن التبليغ عبر الألسنة لمن هو قادر على ذلك لمن هو متقن لهذا العامر لا تورطوا أنفسكم في شيء أنتم لستم قادرين عليه التبليغ بالألسنة أعظم بكثير من التبليغ عبر الكتابة أو عبر الوسائل الأخرى بسبب التبليغ باللسان استطعت أن أصل إليكم التبليغ بالألسنة هو الأقرب إلى ما يريده إمام زماننا منا وأنا لا أتحدث هنا عن تبليغ محترف من المحترفين كحالي مثلا فأنا محترف في التبليغ ولا أتحدث عن التبليغ أن يكون عبر التلفزيون أو عبر الإنترنت أو عبر الحسينيات ومراكز التبليغ أنا أتحدث عن حديث يكون فيما بين صديق وصديقه فيما بين زوج وزوجته إذا كان يمكن تحقيق ذلك وهكذا أتحدث عن التبليغ فيما بين الناس ولو كان بشكل فردي أتحدث عن تبليغ شيخ عشيرة لعشيرته وهو يجلس في ديوانه إن كان قادرا على ذلك أتحدث عن مثل هذه المضامين عن مثل هذه المعاني بودي أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع لأنه موضوع عملي وحساس ومهم جدا لكنني سأكتفي بالذي بينته وكما يقولون أشر للحر من قرب ومن بعد لماذا فإن الحر تكفيه الإشارة أشر للحر من قرب ومن بعد فإن الحر تكفيه الإشارة وحسينكم هو الذي ينادي ألا حر ألا حر ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها اللماضة بقايا الطعام بين الأسناء الذي يتفسخ وفي بعض الأحيان تصبح رائحته أقبح من رائحة الغاط ألا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها سلام على سيد الأحرار سلام عليك يا حسين نذهب وإلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباس من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون رواية هي أم في بابها وقد شرحتها شرحا مفصلا في حلقة كاملة طويلة من حلقات برنامج مجزرة سبايكر إنها الحلقة الخامسة والأربعون الحلقة الخامسة والأربعون من برنامج مجزرة سبايكر البرنامج متوفر على الإنترنت بإمكانكم أن تعودوا إلى هذه الحلقة الطويلة المفصلة في شرح هذه الرواية أنا سأمر عليها مرورا إجماليا إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى تلك الحلقة أقرأ عليكم من غيبة النعماني القمي إنه القمي منهجا وليس نسبا وانتسابا الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة ميتين وواحد وثمانين الحديث الخمسون بسنده عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق هذه الرواية لن تجد لها تطبيقا عبر التأريخ إلا في المرحلة القمية إلا في الثورة الإيرانية قد يقول قائل يمكن أن تنطبق في قادم الأيام بحكم العقل نعم لكننا بحسب ما على أرض الواقع منذ أن قالها باقر العلو وإلى يومنا هذا لم نجد لها حقيقة تأريخية على أرض الواقع إلا في الثورة الإيرانية ومنذ سنة 1963 ميلاد منذ ذلك التأريخ كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر الوقت قريب كل الروايات تقول هذا هل سنكون موفقين ويبقى السيناريو الثاني سيناريو القربان هو الذي يقودنا إلى إمام زماننا أم أن فضائح الشيعة أم أن استحمار الشيعة وغباء الشيعة سيجعل قانون البداء مفعلا كي ننتقل إلى السيناريو الثالث وكل هذه المفردات وكل هذه المعاني ستتلاشى الرواية خطيرة خطيرة جدا بشكل سريع هناك عدة مقاطع زمانية كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق الإمام يراهم كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق الماضي والحاضر والمستقبل نقطة واحدة عند الإمام عند محمد وآل محمد نقطة واحدة يجتمع فيها الماضي والحاضر والمستقبل مثلما نقرأ في الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون مثلما رؤيتهم للشرق وللغرب في الليل وفي النهار في السر وفي العلن على الأرض وفي الماء هناك غواصات في البحر هناك محطة الفضاء الدولية في الفضاء هناك الطائرات وهناك السيارات وهناك الزنزانات مثلما الرؤية واحدة في نقطة واحدة عندهم في الزمن الحاضر هي هي عندهم في الزمن الماضي وهي هي عندهم في الزمن المستقبل نقطة واحدة تجتمع فيها كل هذه الحقائق كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق والحديث عن المشرق حديث عن مشرق الشيعة ومشرق الشيعة إيران كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق مثلما كان إمامنا الصادق يحدثنا وقرأت عليكم الروايات وهو يتحدث عن أن شيعتهم سيبتعدون عنهم الإمام في المدينة لكنه يتحدث عن العراق ويذهبون إلى قوم فمشرق الشيعة في ثقافة العترة إيران هذه هي الحقيقة ماذا نصنع للحقيقة إذا كانت هكذا هذا الكلام ينطلق من خبرة واسعة في حديثهم عودوا إلى رواياتهم ستجدون الحقيقة هذه واضحة جدا كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق ماذا يفعلون يطلبون الحق فلا يعطونه هذا مقطع زماني خرجوا بالمشرق ماذا يفعلون يطلبون الحق فلا يعطونه يطلبون الحق هل هو حق العقيدة أبدا لماذا لأن الإمام يتحدث عنهم عن أنهم على عقيدة صحيحة ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء هؤلاء على مسار صحيح قطعا على مسار صحيح بالجملة ليس هناك من عصمة لغير محمد وعلي وفاطمة وأولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم هؤلاء يطلبون حقا اجتماعيا حقا سياسيا حقا إنسانيا هذا هو الحق الذي يطلبونه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه هذا مقطع ثم بعد زمن ثم يطلبونه فلا يعطونه هذا مقطع ثاني فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فماذا يترتب على هذا فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء لاحظوا لاحظوا الفارقة بين هذه الرواية هذه الرواية عن الباقر صلوات الله وفي الكتاب نفسه صفحة ميتين وثمانية وثمانية إنه الحديث الخامس والستون بسنده عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر يتحدث عن شيعة العراق ويتحدث عن شيعة العراق متى في هذا الزمان لأن الإمام يتحدث عن فتنة الشام وفتنة الشام التي هي الآن موجودة لا تماثلها فتنة عبر التأريخ في بلاد الشام الإمام الباقر يقول لجابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه وماذا بعد يا ابن رسول الله ويكون قتل بين الكوفة والحيرة الكوفة والحيرة مناطق الشيعة ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء لا قيمة لهم ما فيهم واحد على الحق وينادي مناد من السماء إنها الصيحة في شهر رمضان في زمن قريب من الظهور الشريف هؤلاء شيعة العراق هؤلاء شيعة إيران قتلاهم شهداء هذا الحديث عن الباقري وهذا الحديث عن الباقري هذا الحديث في زمان قريب من ظهور الإمام الإمام يقول أما أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر والإمام يقول ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم هذا في زمان قريب من الظهور وهذا في زمان قريب من الظهور أيضا وينادي مناد من السماء إنها الصيحة في شهر رمضان العلامة القريبة من ظهور الإمام الإمام في شهر محرم القادم سيكون ظاهرا في اليوم العاشر منه إذا حدثت الصيحة في شهر رمضان اعتبروا يا شيخة العراق اعتبروا اعتبروا لن تعتبروا لن تعتبروا مادام أصحاب العمائم العباسية الإبليسية مادام هؤلاء المرجئ يركبون على ظهوركم ويجعلونكم حميرا كيف تعتبروا رجاء رجاء عجلوا لنا بالتحفة الديخية في النصائح المرجعي موسيقى 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 ما ندأجيب الأسماء واحد قال لي أزا على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخير بابل ما توصل للنوبارية قال توصل أطمئنا تركبهم يعني ماشي يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلى أكبر خمسة فهي لمستعجب موش دارها قلنا تركب يعني خلاغة أغامي شيني كما تركب خلاغة أغامي شيني كتب غلاغة كان حرة تركب فقش ديخ عربي فقش ونص عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفون لأنه مارس أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ وشي لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع هاي الشيعة بالعالم تدري إذا داب داب مطي داب جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة ترجمة نانسي قنقر 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 ايه والله والنعم سبعة نعم قولوا فعل على أي حال أعود إلى الرواية هذا هو حال شيعة العراق الامام الباقر يقول يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه هي هذه فتنة الشام ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلهم على سوا إنهم أهل باطل أصحاب الرايات التي لا يعرف أي من أي لا يدرى أي من أي هؤلاء هم شيعة العراق لماذا صاروا هكذا بسبب الأفاعي والعقارب والعناكب بسبب حوزة الطوسي المشؤومة ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سوا يعني القاتل والمقتول في النار هذا هو المراد قتلاهم على سوا الإثنان على باطل القاتل والمقتول في النار قتلاهم على سوا وينادي مناد من السماء إنها الصيحة في شهر رمضان وقت الحلقة صار طويلا سأعود إليكم هذه الحلقات حلقات بقدر ما هي خطيرة هي ممتعة ممتعة جدا إنه حديث الحبيب هذا هو حديث الأنس يا أخلائي بحزوى والعقيق يا أخلائي برضوى والعقيق يا أخلائي برضوى والعقيق هل لمشتاق إليكم من طريق يا أخلائي برضوى والعقيق لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق هل لمشتاق إليكم من طريق أبرضوى أو غيرها أمذي طوى ما هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ليت شعري أين استقر بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أبرضوى أو غيرها أمذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى عزيز علي يا أخلائي برضوى والعقيق لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق هل لمشتاق إليكم من طريق أم سددتم عنه أبواب الوصال يا كرام هذه سوانح الحجاز للبهائي للشيخ البهائي يا كرام يا كرام صبرنا عنكم محال نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أتمنى أن يكون حديثي بلسما شافيا هكذا أتمنى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا